السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن كتير منكم يعرف صورة هذا الطفل هذا الطفل اسمه ريس هو من أصول سورية وتوفى بحادث غرق بأحد المدارس السويدية قبل عدة سنوات لكن رغم أن هذا الخبر قديم إلى أنه الجديد بالقصة أنه اليوم تمت محاكمة الأشخاص المتسببين بغرق هذا الطفل القصة حصلت لما أحد المدارس ببلدية فاستربو أقصى جنوب السويد قررت بإقامة نشاط يتضمن دروس السباحة للأطفال وكان هذا اليوم الثاني بالفصل الدراسي الأول من عام 2020 وكان عدد الأطفال المشاركين بهذا النشاط حوالي 40 طفل من ضمنهم عدة أطفال ما كانوا بيعرفوا السباحة ومن ضمنهم الطفل ريس طبعا كان مع هذه المجموعة فقط 3 موظفين ومعلمين من المدرسي وبسبب الإهمال أدى هذا الشيء إلى وفاة الطفل كونه ما بيعرف يسبح فغرق أثناء هذا النشاط أو خلال هذا اليوم ومن وقتها تم توجيه الاتهامات لإدارة المدرسة والموظفين واليوم تم الحكم على ثلاث معلمين بالإضافة إلى المديرة بأحكام عدة منها في الكوريك دوم وأيضا تغريم البلدية بمبلغ حوالي المليون ونصف كرون وتعويض العائلة أو أهل الطفل ريس بمبلغ 138 ألف كرون بالمقابل انتقد محامو الدفاع قرارات المحكمة وقالوا أنه كان من مفترض تحميل المسؤولية الكاملة للبلدية بسبب النقص الموجود بالروتين اللي عم تعمل فيه البلدية خصوصا فيما يتعلق بأنشطة ودروس السباحة بالنهاية نتمنى الرحمة لهذا الطفل والله يصبر أهله على هاي المأساة إن شاء الله ما تتكرر مع أي طفل وهيك نصل لختام هذا الفيديو شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته